اشتركوا في القناة محمد حسني مبارك رحمه الله كما نقل تعازي وموساة جلالة الملك المفدة إلى كافة أفراد أسرة الرئيس الراحل وإشادة جلالته بمناقبه رحمه الله ومواقفه المشرفة تجاه مملكة البحرين وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ودوره في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنته ويلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ويديم عليهم وفر صحته والعافية وقد أعرب السيادان علاء وجمال محمد حسني مبارك وجميع أفراد العائلة الكريمة عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة على تعازيه وموساته وما أبداه جلالته من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه والدهما رحمه الله سائلين المولى تعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويديم على البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة وكان سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق أمس بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله لتقديم التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله ترجمة نانسي قنقر